هذا وجسدت جائزة خليفة بن سلمان الخليفة للطبيب البحريني أنموذجاً للمبادرات الخيرة التي تهدف لرعاية ودعم الكوادر الطبية الوطنية فتح المجال واسعاً أمام هذه الكوادر نحو مزيد من العطاء والإبداع والتنافس أسدل الستار على أول نسخة من جائزة خليفة بن سلمان الخليفة للطبيب البحريني والتي انطلقت من حرص مملكة البحرين على تكريم الأطباء البحرينيين المتميزين من أبنائها وتحقيقاً لأهداف برنامج الحكومة والتنمية المستدامة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع البحريني وبعد تنافس 83 طبيباً وطبيبة بحرينيين ممن تنطبق عليهم شروط التقدم للجائزة بفئتها الأولى والثانية تم إعلان الفائزين من كفاءات الوطن لإسطروا بذلك مرحلة جديدة من التنافس الخير في المجال الطبي إن استحداث جائزة تمنح للأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والسريري والطبي بمملكة البحرين تشجع روح التنافس في العطاء للأطباء من أبناء المجتمع البحريني وأرفاناً بفضل من امتد عطائهم في خدمة البحرين وهذه الجائزة تهدف لتنمية البحث العلمي والابتكار في مجالي البحث العلاجي والسريري والطبي والتكريم لمن اتخذ الوفاء والعطاء الممتد في خدمة المجال الصحي في مملكة البحرين مبادرة سمو رئيس الوزراء الكريمة بتخصيص جائزة تحمل اسم سموه للطبيب البحريني هي المبادرة التي جسدت ما يوليه سموه من رعاية ودعم واهتمام للكوادر الطبية الوطنية ما فتح أمامها المجال واسعاً نحو مزيد من العطاء والإبداع والتنافس اشتركوا في القناة